في المستقبل القريب أو البعيد شئنا أم أبينا الكل رح يصير يدفع اشتراكات شهرية أو سنوية حتى نلعب ألعاب ونشوف هذا الشي بادي يتطبق بشكل كبير لحد ما والكثير من الشركات داخلة بمجال الاشتراكات بشكل قوي وكل خدمة تعاول تختلف عن الثانية فخلونا نتكلم عن كل واحدة أول خدمة بدأت نظام الاشتراك حتى تلعب بشريحة مختلفة من الألعاب من الشركات الكبار هي سوني مع خدمتها بلاي ستيشن ناو اللي بدأت في سنة 2014 بس في الولايات المتحدة الأمريكية وجلست بشكل سنوي تتوسع وتوصل لمناطق مختلفة مبدئيا كانت خدمة بلاي ستيشن ناو تخليك تلعب ببث لألعاب البلاي ستيشن 3 والبلاي ستيشن 2 على جهاز البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 3 والذيتا وبعض تلفزيونات سوني وبعد اللعب وتحسين وطبخ الخدمة على نار هادية في 2018 أعلنت سوني بأن أي شخص مشترك بالخدمة وعنده بلاي ستيشن 4 صار يمدهي يحمل ألعاب البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 2 المتوفرة في خدمة بلاي ستيشن ناو وسوني حتى الآن مستمرة في دعم الخدمة وتعزيزها من إضافة زيادة ألعاب عليها وطبعا وفرت الخدمة على جهاز البلاي ستيشن 5 بعد اطلاق خدمة بلاي ستيشن ناو بسبع شهور EA أطلقت خدمة EA Play مبدئيا على الإكس بوكس 1 وبعدها بخمس سنوات توفرت على البلاي ستيشن 4 وهذا كان بسبب رفض سوني للخدمة لسبب ما خدمة EA تسمح للعبين باللعب شريحة ضخمة من ألعاب شركة EA ومع ألعاب معينة مشتركين خدمة يقدرون يلعبون بعض الألعاب الجديدة قبل لا تتوفر في السوق ويلعبوا أول 10 ساعات من آخر إصدارات الشركة طبعا الخدمة ما هي بضخامة باقي الخدمات لكن إذا ألعاب EA يتهمك وخاصة فيفا فهذا الخدمة بتعطيك فرصة في تجربة اللعبة بدري بينما في 2017 مايكروسوفت عطتنا خدمتها المشهورة إكس بوكس جيم باس اللي بدأت بداية متواضعة وكان المميز فيها على وقت إصدارها بأنه ما فيه أي نوع من البثوث بس حمل كل الألعاب الموجودة بالخدمة ومايكروسوفت ما حدث نفسها بس على ألعاب الإكس بوكس ون لا رجعوا وقدموا ألعاب الإكس بوكس الأصلي والإكس بوكس 360 وكلها كان يمديك تحملها وتثبتها على جهازك ووضحت مايكروسوفت بأن كل ألعابهم الحصرية راح تتوفر في يوم الإطلاق على خدمة Game Pass في 2019 مايكروسوفت وفرت خدمة Game Pass على أجهزة الويندوز وخلال السنة الماضية أضافوا ميزة جديدة وهي دعم الإكس كلاود اللي راح يسمح لأي شخص مشترك بالخدمة ببث بعض الألعاب على الأجهزة الذكية والكمبيوترات بدون أي تحميل بتاتا وأخيرا إعلان عمل ضجيج في ساحة الألعاب هو انضمام خدمة EA Play إلى خدمة Game Pass لكن مو واضح لنا هل هذا الانضمام بيكون فترة معينة أو قائم للأبد عندنا أيضا يوبيسوفت بخدمتها يوبيسوفت بلس هذه الخدمة بتوفرة فقط على البي سي وتجمع لك أكثر من 100 لعبة طورتها ونشرتها شركة يوبيسوفت وأول ما تنزل لعبة يوبيسوفت جديدة راح توفرها يوبيسوفت مباشرة بهذه الخدمة الخدمة الآن متوفرة بس على البي سي وتقدر تحمل الألعاب على جهازك لكن يوبيسوفت أعلنت بأن المشتركين بخدمتهم بيقدرون يبثلون لعابهم على خدمة ستيديا من جوجل ولونة من أمازون في سبتمبر 2019 دخلت شركة كان غير متوقع دخولها في سوق اشتراكات الألعاب وهم أبل مع خدمتهم أبل أركيد اللي توفر لك شريحة ضخمة من ألعاب الجوال لكن أغلب الألعاب في هذه الخدمة ما تقدم ألعاب جوال تقليدية بل بعضها عميق كأنها لعبة جهاز منزلي لدرجة أبل صارت تدعم يد الدود شوك فور ويد الإكس بوكس للآيفون والآيباد طبعا خدمة أبل أركيد تقدم عديد من أفكار المختلفة ومش بس محصورة على أجهزة أبل الذكية بل برضو إذا عندك ماكبوك أو آيماك وطبعا أبل تيفي تقدر تستعمل هذه الخدمة وميزة حلوة فيها بأنك تقدر تشارك اشتراكك مع خمس أشخاص غيرك لسنين طويلة كنا نسمع بأن جوجل لح تدخل مجال للألعاب في 2019 وعملت حملات إعلانية تشوق لللاعبين حتى كشفت عن خدمتها ستيديون اللي تقدم اشتراك شهري حتى تجرب شريحة من الألعاب المختلفة أو تقدر تشتري اللعبة الكاملة بدون اشتراك لكنك ما رح تحملها وبتقعد تلعبها على الشبكة وبشكل عام هذه هي فكرة جوجل بأن كل التجارب والألعاب حقتها بتكون عبارة عن بس للعبة عن طريق استعمال خوادم الشركة جوجل كانت توعد اللاعبين بأنها رح تطور ألعاب حصرية لخدمتها لكن سرعان ما تراجعت وشفنا خبر تكفير استيديو تطوير الألعاب الجديد الخاص بجوجل وصار الآن على كلامهم بس رح يجيبون الألعاب لمنصتهم أخيرا أحدث خدمة سحابية عندنا مشابهة لخدمة استيديا وهي من شركة التقنية الضخمة أمازون واسمها الخدمة هي لونة أمازون كان عندها محاولات في بناء فرق تطوير لكنها باقت بالفشل وركزت في إطلاق خدمتها بشكل تدريجي ومتوفرة فيها الآن ما يقارب 100 لعبة وحتى الآن بس متوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية وبكذا يكون طرحنا لكم أكبر الأسماء اللي داخلها في مجال تقديم خدمات توفر لللاعبين مئات الألعاب بشترك شهري أو سنوي بس هل سألتوا نفسكم عن هذا التوجه وهل هو راح يكون مفيد اللاعبين والمطورين ولا إيش بيتعتب على هذا التوجه من عواقب على كل من اللاعبين والمطورين من المعلومات اللي عندنا وبحثنا بنعلنكم عن إيجابيات وسلبية هذه الخدمات ما أود أن نبدأ بالسلبيات فخلونا نتكلم عن الإيجابيات اللي راح نشوفها مع هذه الخدمات أولا هذه الخدمات راح تخليك تجرب أنواع العاب عادة تخاف تصرف عليها مبلغ وقذرة فهذه النقطة جدا ممتازة ويمكن تعرفك على نوع العاب مختلفة ولكن تتوقع بأنها راح تعجبك وإذا ما عجبتك اللعبة يمديك بس تحذفها أو توقف اللعب لو كنت تبسها وفي الأخير أنت ما خسرت شيء أبدا وراح تحصل اللعبة ثانية بالراحة اثنين إذا ما كنت شخص مهتم دائما وأبدا بشراء آخر للعاب فهذه الخدمات راح توفر عليك مش بس ماديا برضو حتى من ناحية قلت تجميع أغلفة الألعاب وتسكاثها اللي بتاخد مساحة عندك بالبيت وبتقعد تتورط في نقلها من مكان إلى آخر إذا حبيت تغير نظام جلستك نقطة ثالثة هي بأن كل الخدمات اللي ذكرناها مع عادة ستيديا ولونا تقدر تلعب فيها لألعاب أوفلاين وإذا أنت من نوع اللاعبين اللي بالشهر الواحد يشتري ثلاثة إلى أربع ألعاب خدمة مثل جيم باس راح توفر عليك فلوس واجد أخيرا هذه الخدمة تتوفر فرص للمطورين في تقديم ألعاب بطرق مختلفة لأنهم يعرفون في العديد من اللاعبين المستعدين يجربونها والشركات نفسهم مستعدة في دعم هذه المشاريع المختلفة لخدمتها الآن نجي للسلبيات في هذه الخدمات المختلفة إذا انتهى اشتراكك ما تقدر تلعب أي لعبة هذا غير أن أغلب الألعاب في هذه الخدمات تكون موجودة لفترة وتختفي وإذا راحت من الخدمة ما راح تقدر تلعبها حتى لو كنت مثبتة على جهازك فلازم تروح تشتريها سلبية ثانية إذا أنت كنت من نوع اللاعبين اللي ما يلعب كثير فغالبا متحصل نفسك تدفع وتدفع ولا تلعب إلا لعبة أو لعبتين وإذا أنت أصلا ما عندك وقت تلعب كثير فاللعبة الوحدة بتاخذ منك فترة حتى تخلصها وتمرها الأيام وتحصل نفسك ما لعبت شيء مشكلة عامة في كل هذه الخدمات هو أن ما راح يكون عندك حقوق الملكية لأي من الألعاب اللي تثبتها حتى لو شريتها وبعدين ثبتتها على جهازك ممكن تنحذف من المتجر أو الخدمة ولا تقدر تحمل اللعبة ثانية لذلك الكثير يفضل يملك اللعبة على شكل ديسك عيب ثاني هذا النلاحظة في نظام الخدمات بشكل عام وهي بكونها تقلل من قيمة اللعبة لأنه بيكون عندك مكتبة كبيرة فالبعض ممكن ما يعطي الشيء حقه وبسرعة يترك اللعبة ويدخل في تجربة ثانية كذا يكون طرحنا لكم أهم الخدمات التابعة للألعاب وكل من إيجابياتها وسلبياتها أنتم وش رأيكم؟ هل أحدكم مشترك بأحد من هذه الخدمات؟ وإيش السبب اللي يخليك مشترك فيها؟ كان معكم نوف النغموش يعطيكم العافية المتابعة ومع السلامة